يوم الاثنين الساعة تمانية في احدى الفنادق الكبيرة في مصر اللي بتطل على النيل اجتمع كابتن حسن حمدي ومحمد الامين رئيس شبكة سي بي سي وكابتن احمد شوبير في اللوبي او ريسيبشن بتاع الاوتيل وجاء لهم بعدها فترة شريف الشناوي اللي هو عنده شركة كبيرة بتنتج البرامج وشركة اعلانية كبيرة اتقال حاجتين في الموضوع دوت ان كابتن حسن حمدي عايز يبيع المباريات الاهلي للاستاذ محمد الامين صاحب قناة سي بي سي طب ومين المزيع او المقدم البرامج الكابتن احمد شوبير اللي هو في بيعمل في قناة سي بي سي بعد ما مودرن اتقفلت فكانوا مجتمعين والغريبة جدا ان بعد رحيل كابتن حسن حمدي من وكالة الاهرام للإعلان عارض عليه هو رجل جامد في وكالة الاهرام للإعلان عارض عليه انه يعمل في وكالة المصر اليوم الاستاذ صلاح دياب عرض عليه هذا المنصب اكتر من مرة ولكن كابتن حسن رفض ولكن وافق مع الاستاذ محمد الامين انه يروح يمسك الوكالة يكون شريك مساهم يعني في النهاية اتعمى المكتب للكابتن حسن حمدي عشان يمسك وكالة سي بي سي الاعلانية اللي بتقع في شارع مصدق فوق بنج شهير جدا جنب نادي الصيد وتعامل مكتب للكابتن حسن حمدي جوا ورح اكتر من مرتين ثلاثة اربعة كابتن حسن حمدي مكتبه في السي بي سي ولكن لم يتعامل اعلانيا حتى الآن ولكن هو متواجد وعنده مكتب البعض كان قال لكابتن حسن عايب يا كابتن حسن تشتغل عند الاستاذ محمد الامين لان انت في النهاية انت راجل ملياردير زيك زيه يعني راجل ملياردير وعمل فلوس فبالتالي زيك وكابتن حسن حدي ابتدى يفكر في الموضوع ولكن هل هو عنده مكتب عنده مكتب هل هو بيروح السي بي سي بيروح السي بي سي هل هو كان قاعد في الفور سيزون ها القتيل كان قاعد هناك هو والكابتن احمد شبير والاستاذ محمد الامين كانوا قاعدين هل هم بيتفقوا على بيع المطشاط لقناة سي بي سي انفراضيا الله هو اعلم ده اللي هنشوفه لكن من الواضح ان التجمع كده بيقول كده بل هل ينفع التجمع ده بيقول كده ويكون كابتن حسن حمدي بيشتغل مع السي بي سي هنعمل تاني زي حسن حمدي رئيس الاهلي وحسن حمدي رئيس الوكالة يعني حاجات لا منطقية كابتن احمد شبير طبعا بيعشق كابتن حسن حمدي لانه هو اللي خلاه يشتغل في وكالة الاهرام او في الاهرام كابتن حسن حمدي شغل تقريبا اكتر من عشرين واحد من النادي الاهلي داخل الاهرام ومنهم لعيبة وبعض ومش عارف مدير النادي وكذا حد ومنهم طبعا الكابتن احمد شبير فبالتالي هنهنشوف الفترة يا جادي احداث طيب تعال نرجع بقى للتلفزيون المصري هل التلفزيون المصري هقولكم معلومة مهمة كمان اول مرة حد يعرفها الاهلي في بعض الاحيان بيهدد بعدم ازاعة المباريات الاهلي بيهدد بعدم ازاعة المباريات ده كلام غير حقيقي بالمرة الاهلي لا يستطيع انه يمنع ازاعة مبارياته تماما حد يقول ليه يعني الاهلي برحته لا مش برحته لان وكالة الاهرام للإعلان اللي هي متعقدة مع النادي الاهلي مش شركة المحمول يا جماعة اللي متعقدة مع النادي الاهلي شركة المحمول متعقدة مع الوكالة والوكالة هي المتعقدة مع النادي الاهلي يعني كابتن حسن حمدي رئيس الوكالة مضى مع كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي في ذاك الوقت الوكالة بتشترط على النادي الاهلي ان مبارياته في الدولة العام لابد انها تكون مزاعة لو مباراة واحدة فقط ما اتزعتش بيتخسم من النادي الاهلي 500 الف جنيه يعني النادي الاهلي لو مباراته ما اتزعتش في اي قناة رفض اتزعتها هيتخسم من عقده مع الوكالة 500 الف جنيه عشان كده النادي الاهلي ما راح يتشاور في وجود المحاسد خالد الضرندلي مع أسامي الأمير قال له انا هدي التلفزيون المطشاط بتاعتي اردي في مقابل ان انت تديني شرط البس ازحها على قناة الاهلي او يزحها بقى في اي حتة سي بي سي زي ما هو عايز فطبعا النادي الاهلي بيوصل للتلفزيون انه عامله جميلة ان انا ايه هديكي عم تزيع ارضي بس فضائي والحاجات دي في قناة الاهلي عندي او في قناة تانية بقى واتفر هبيحها لشركة هبيحها الواتفر لكن في الحقيقة ان النادي الاهلي لازم يزيع مطشو لازم على الارضي ما هو مش مشترتين في عقد الوكالة انها ارضي ولا فضائي يتزيع في اي قناة ارضي فضائي بس يتزيع عشان ما يتخصمش من النادي الاهلي 500 الف جنيه فبالتالي الاهلي عارف ده كويس فهو بيرمي للتلفزيون فكرة انه يدي له ارضي عشان هو ياخد فضائي مقابل اشارة البث طيب على ارض الواقع هل التلفزيون بعد ما خد الدوري العام حصريا هيرضى انه يده اشارة البث لنادي الاهلي على معلوماتي ان التلفزيون المصري لن يعطي النادي الاهلي اشارة البث وقد تصل اشارة البث تمنها لعشرين الف دولار والموضوع اصبح عند من تحدي دولة لتحدي نادي ضد دولة دخلت في اخناء فيه كلام كمان انه ممكن تصل لتلاتين الف دولار ماشي عايز اشارة البث خدها بتلاتين الف دولار الموضوع مش سهل انا بقول لكم الكواليس ليس ليه علاقة ولا مصلحة ولا بالعكس ده انا اتمنى ان التلفزيون ما ياخدهاش وكل التلفزيونات تاخدها بما فيهم احنا دريم يعني لكن في النهاية انا بقول لكم اللي بيحصل بجد الستاشر نادي اللي مضوا على الدوري لابد من ان الجهة الادارية توافق على العقد دول الجهة الادارية اللي هي مين اللي هي طهر أبو زيت طهر أبو زيت عايز ايه عايز الدوري يتبيع للتلفزيون وزير الرياضة فالجهة الادارية هيتبعت لها النهاردة وهتم الموافقة على شراء الدوري لان فيه كونتاكت ما بين وزير الرياضة ووزيرة الاعلام ورئيس الاتحاد زعو التلفزيون وده اللي بيحصل في الكواليس ما زالت الخناءة موجودة ما بين الكابتن حسن حمدي واتحاد القورة لجنة البس وزارة الرياضة القصة كبيرة جماعة وطهر أبو زيت وخناءته مع حسن حمدي هقولها لكم ولكن بعد ما استقبل هذا التلفزيون المهم